وفي تعقيبه خلال جلسة بعنوان خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم صرح رئيس الوزراء أن الحكومة على أتم استعداد لتوفير سبل الدعم لمشاركة القطاع الخاص والتوسع في إنشاء مدارس لمتوسط الدخل وأكد مدبولي أن شريحة متوسط الدخل لا تقل عن 30 أو 40% من الشعب وهذه الفئة تحتاج إلى جماعات متميزة بمصاريف معقولة وهو ما ينطبق على الجامعات التكنولوجية كما أوضح مدبولي أن هناك احتياج للمزيد من المدارس للتعليم ما قبل الجامعي أو حتى التعليم الجامعي وهناك تحدي تواجهه الدولة وهو كيفية تنفيذ هذا الحجم المطلوب قائلا إن الدولة أحرص ما يكون على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم لأنه استثمار هام يعمل على تحقيق شق اجتماعي فضلا عن كونه أيضا مربح للمستثمري في مصر